عمر يقول لديه مبلغ من المال بلغ النصاب و حال عليه الحول لكنه شخصية معوقة محتاج إلى هذا المال لمستلزماته الخاصة فيقول ليس هو من باب الإدخار والاكتناز إنما لحاجاته الفعلية التي تطرأ بين الحين والآخر فهل عليه في هذا المال زكاة؟ نعم عليه زكاة طالما أن ذمته لم تشغل بدين أو مغرم عليه فإن هذا المال في حقيقته تتحقق فيه شروط وجوب الزكاة فهو مالك له ملكا تاما يتصرف فيه كيف ما شاء و ظاهر من السؤال أنه بالغ النصاب و أنه قد حال عليه الحول فبسبب ذلك يجب عليه أن يزكي هذا المال بأن يخرج منه اثنين و نصف في المئة ربع العشر من هذا المال نعم أما إن كان قد تعلقت قد تعلقت بذمته ديون عليه أن يؤديها و مغارم يعلم أنه سيؤديها قبيل موعد حوله فهذه يخرجها على أن لا يقصد بذلك أن يتخلص من أمر الزكاة و إنما أن يفي بهذه الحقوق أما أن يحتاط بما في يده لما يحتاج إليه لكن لم تقم هذه الحاجة بعد و لم يدفع لها و لم يدخل فيما يجب عليه أن يؤدي حقا لصاحب حق فهذا المال ملك ملكه له ملك خالص تام تجب فيه الزكاة و الله تعالى أعلم نحن 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 نهائ صحيح